وسهلا إخواني أخواتي ومرحبا بكم في هذا الفيديو كما قلت لكم سابقا وكما قال المحامي تشارلز كوك بخصوص أمر التسجيل في الدعوة القضائية التي سيتم رفعها قبل شروع في القرعة الأمريكية 2021 القرعة الأمريكية 2021 فعلا على الساعة الخامسة تقريبا خرجوا باستمارة للشروع للناس لكي يتقدموا لملء هذا الاستمارة بالخصوص كما ترون المحامي من المحامين المشهورين والذي أصلا كان يدافع عن قضية لم الشمل وكذلك القرعة الأمريكية الاستمارة من هنا سأترك لكم الاستمارة بطبيعة الحال القضية تدافع على قرار المنع وكذلك في قرار المنع يوجد كذلك لم الشمل ومن ضمنهما القرعة الأمريكية بالخصوص أول شيء تبدأ به وهو الإسم ثاني اللقب ثالث شيء وهو الإيميل البريد إلكتروني وهنا تحدد نوع التأشيرة التي تخصك يعني الأبوين لشخص عنده الجنسية الأمريكية الطفل الصغير لصاحب البطاقة الخضراء يعني شخص فوق يعني الطفل فوق 21 لشخص عنده الجنسية الأمريكية الأخوين لشخص عنده الجنسية الأمريكية يعني الطفل متزوج لشخص عنده الجنسية الأمريكية الزوجة أو الزوج لشخص عنده البطاقة الخضراء طفل كبير يعني فوق 21 سنة لشخص حامل البطاقة الخضراء مشكل العمل يعني هنا تخص العمال هذه الفئات وهنا كما ترون القرعة الأمريكية 2021 بطبيعة الحال هنا يعني متى كان موعد المقابلة لك وهنا يعني هل تم إلغاء هذا الموعد وهنا وأي بلد وما هو المشكل الذي تعرضت له يعني تشرح الوضعية ديالك في هذه الخانة هنا يقول لك يعني هل تريد يعني المحامين أو النائب المحامي يتواصل معك بخصوص هذا الأمر تجيب عن هذه الأسئلة يعني شيء غريب والله يعني لم يقع شيء بالنسبة للقرعة الأمريكية 2021 ونتفاجأ يعني قالها تشارلس كوك وقد أشرت إليها في فيديو سابق بأنه سيرفع دعوة قضائية بخصوص قرعة 2021 وهاهما يفعلون كذلك بطبيعة الحال إخواني أخواتي أردت أن أشارك معكم هذا الأمر بخصوص هذه الدعوة القضائية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر